اشتركوا في القناة أفكار للمستقبل مع حذيف عكاش أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل لعل من أكثر الشخصيات الجدلية إسلامياً في القرن العشرين هي شخصية الأديب الحركي المفكر الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى لإعادة قراءة فكره وتقييم منهجه يسرنا أن نستضيف ابن الحركة الإسلامية الدكتور جاسم سلطان المفكر الإسلامي المعروف صاحب كتاب أزمة التنظيمات الإسلامية مرحب بكم يا مرحب الله حقيقة بارك بيك دكتور يعني بداية الشهيد سيد قطب رحمه الله رجل قدم حياته فداء لأفكاره وكلماته نحن نجازيه بأن ننتقد أفكاره هو المشكلة أن العظماء لا يسلمون من النقد يعني سيد لو كان نكره لما سأل عنه أحد فقضية الشهادة والموت في سبيل الله وملايين من الناس يحدث لهم ذلك ألاف من الشباب يحدث لهم ذلك لكن هناك أعلام يطرحون فكرا فالذي ينقد ليس سيد الذي ينقد الفكر المنتج والناس كانت تقول الزمان أنه من تعرض للعامة فقد تبرع بعرضه يعني أول ما تخرج أنت على الجمهور وتطرح رأيا لم يعد الموضوع موضوع شخصك أصبح الموضوع موضوع عام فسيد طرح فكرا وهذا الفكر انتشر وأثر في البيئة الموجودة والنقاش يدور هل أثر سلبا أم أثر إجابا في الساحة الموجودة ومثل كل الناس اللي يعني يطرحون آراء إذا كانت اليوم الكتب المقدسة مكان نقاش إذا كانت السنة النبوية مكان نقاش إذا كان أعمال الصالحين والعظماء مكان نقاش فسيد ليس استثناء من الموضوع ولا واحد من هؤلاء العظماء نقص قدره بأن نقد فكره بل يحيى الفكر بنقده يعني واستمرار استمرار حضور سيد في المشهد يعني قوة الفكر الذي طرحه الآن صوابية الفكر شيء ثاني هذا الذي يناقشه الناس نعم لو بدأنا بالفكرة المحورية التي دار حولها فكر الشهيد سيد قطب رحمه الله الحاكمية نعم الحاكمية ليست من عقيدة المسلم أن يحكم شرع الله الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله ماذا تنقضون في فكرة الحاكمية وليس يعني كل المسلمين متفقين على ذلك من بداية التاريخ الإسلامي إلى اليوم يعني لم يعترض أحد كتاب أصول الفقه فكرة الحاكم والمحكم فيه هذه مسائل بدهية يعني لا تحتاج إلى كثير نقاش ولكن لماذا مع وجود الفكرة في كتب الأصول مع حضور الفكرة عند المسلمين الأوائل لم ينتج عندنا إشكالية في هذا الموضوع إلا مع حضور المودودي علي رحمة الله وسيد قطب معناها في شيء أضيف على الموضوع وليس منه وبالتالي خلق الإشكال للناس يتكلمون عنه نعم الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله هو أخذ فكر المودودي وقاده إلى نهاياته الطبيعية يعني إذا سلمت بالمقدمات التي قالها المودودي فأنت ستنتهي إلى النهايات التي انتهى إليها سيد قطب بطريقة أو بأخرى نعم المودودي علي رحمة الله في كتاب المصطلحات الأربعة طرح فكرة أن الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد الجيل الأول مباشرة لم يعد الناس يفهمون أسس الإسلام الكبرى اللي هي أربعة مصطلحات اللوهية والربوبية والعبادة والحاكمية هذه المصطلحات لم تعد تعني ما كانت تعنيه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة هذا ما يقوله المودودي المودودي علي رحمة الله وهذه المصطلحات الأربعة هي تقول إلى مصطلح واحد نعم هي فكرة الحاكمية نعم والحاكمية أن لا يقبل تشريع في الأرض إلا ما شرعه الله عز وجل نعم إلى هنا الفكرة فكرة عادية صحيح لله سبحانه وتعالى الحكم والأمر والشرع ولكذي نعم كل مجتمع فيه تشريع يخالف أو لم يأتي به الله عز وجل نعم فهذا المجتمع فيه جاهلية نعم وبأن المجتمعات المعاصرة اللي موجودة أصلاً لم تفهم الإلهية والربوبية والحاكمية وهذه المصطلحات والعبودية لم تفهمها نعم فهي مجتمعات جاهلية تحتاج أن تعاد مرة أخرى إلى حضرة الإسلام نعم فمنذ ألف واربعمائة سنة الإسلام لم يستطع أحد أن يفهم أسس الاعتقاد فيه الله أكبر هذه المقولة الكبيرة جداً التي انطرحت بقوة حجاج الأستاذ المودودي نعم أصبح انتقلت إلى الشرق وسيد كان في وضعية تسمح له بالتقاط هذه الأفكار وضعية نفسية وكذا هذا المجتمع الذي يعذبه نعم ويسجن المؤمنين ماذا يمكن أن يكون غير أن يكون مجتمعاً جاهلياً طيب أي نوع من الجاهلية جاهلية سلوك ولا جاهلية اعتقاد قال لا هي جاهلية اعتقاد هذه الجاهلية جاهلية لم يفهموا لا إله إلا الله نعم ويجب أن نعيد الناس مرة أخرى أن يشهدوا لا إله إلا الله وهذا لن يتأتى بتبليقهم لا إله إلا الله هذا يتأتى أن تنشأ طليعة جديدة بنفس الطريقة التي أنشأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الجيل الأول نعم تتعلم لا إله إلا الله من الصفر نعم وتعزم عزمة جديدة وتكون نفسه تكوين جديد وستمر بنفس المراحل التي مرت به الدعوة الأولى نعم وستقاطع المجتمع وتعتزله شعورياً نعم ورتب على هذا التراتيب كبير جداً نعم ببساطة للمشاهد اللي يستمع سيد يقول يجب أن نعود بالصفر في تكوين المجتمعات الإسلامية إلى نقطة الصفر الصفر ماذا يقصد بها؟ أن المجتمعات الإسلام تعتقد تفهم لا إله إلا الله فأنت إذا ردت انضم للطليعة محتاج أن تتعلم لا إله إلا الله قبل ما تدخل إلى حيز الإسلام مرة أخرى نعم وبالتالي الناس اللي كانوا معاه في السجن نعم لم يكن يرى أنهم هم الطليعة كانت الطليعة ستتشكل في حتى الإخوان الذين كانوا معاه في السجن لا يعتبرهم طليعة لا لا يعتبرون طليعة ما السبب؟ لأنهم لم يفهموا بعد أساس التبر وإعتبار المجتمع جاهلي وهذا الذي دعا الأستاذ الهضيبي عليه رحمة الله وكذا إلى آخره أن يصدر كتابة دعاة لا قضاة نحن لا نصدر أحكاما على المجتمع نحن ندعو المجتمع بما هو عليه نعم لكن لسنا قضاة أن نقول أنتم جاهليون أنتم كفر أنتم نحن لن نصل لهذا المستوى في العلاقة مع المجتمع عنوان الكتاب يشي بالمشكلة اللي كانت موجودة نعم أنه في حد أصدر حكما على المجتمع نعم والهضيبي يقول في كتابه أنه نحن دعاة لا قضاة لا قضاة نحن ما ننصب أنفسنا على الناس وعلى ضمائرهم وأننا نعيدهم نقطة الصفر وكل الكلام هذا نعم طبعا سيد قطب في الظروف اللي كان فيها موجود كانوا في ناس آخرين موجودين وأيضا انطباعات فقادوها إلى نهاياتها في التكفير فخرجت جماعة مصطفى شكري وطلع تيار التوقف والتبين نحن نريد نتوقف ونتبين على ماذا يتوقفون وماذا يتبينون يعني نحن لا نحكم على الناس بالكفر ولا بالإيمان لكن في كل موضوع نتوقف ونتبين هل الإنسان مدرك ولا غير مدرك قبل أن نحكم له بالإسلام والكفر موضوع كفر وإيمان أيوة كل القضايا أصبحت بهذا الشكل طبعا هذا لم يفكر فيه أحد من المسلمين السابقين نعم يعني تواترت على الحياة الإسلامية من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حكومات ظالمة حكومات لم تطبق شرع الله حكومات وقد يقول قائل والله لا بس الناس لم يتنكروا للشريعة نعم الحقيقة حتى المجتمعات المعاصرة كثير منها لم تتنكر للشريعة لكن أدخلت قوانين غير القوانين الشرعية نعم من مصادر أخرى على قاعدة أن ما لا يناقض الشريعة فهو من الشريعة نعم نعم ومقاصة شريعة حفظ النفس لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و هذا المعاني يوجد أدلة إجمالية على هذا المعاني هذا الذي يعني لذلك كان علي رحمة الله الأستاذ محمد الغزالي رحمه يقول سيد أديب كبير لكنه لا يدرك شيئا من الفقه فهو أديب ينظر في القرآن لغة العربية راقية نعم لكنه لم يتذوق رائحة الفقه لم يكن ابن مدرسة فقهية صحيح تنتظم عندها الأشياء اللي موجودة فالخلاف اللي كان بينه وبين الناس اللي موجودين في السجن رحمه سيد تتذكرون بأي كتاب ذكر هذا الأستاذ محمد الغزالي لا والله بس هذا ممكن نظر فيه في النت يعني بسهولة لا يحتاج حكة ذكرتي ليست قوية في حفظ الأشياء ربما أحد يعني البعض يزاود ويقول أوه أنتم تنتقدون سيد كذا هذا الأستاذ محمد الغزالي ابن مدرسة الحركة الإسلامية هو أنتقد لا فيه كثير من الناس الذين يعني لم تغرهم الهالة ومن محبين سيد قطبنا قد مثل ممكن تذكرنا يعني اليوم مثلا الشيخ محمد الشيخ القرضاوي الشيخ القرضاوي في أكثر من مناسبة في برنامج تلفزيونية في كتاباته هو محب لسيد نعم لكن نسق الأفكار التي يطرحها يقول لك لا هذا ليس متسق الإمام الكبير أبو الحسن الندوي كتابة التفسير السياسي للإسلام نعم ذكر 12 مسألة تتعارض يعارض فيها قول وفكر المودودي وسيد قطب لأسس الإسلام نعم وأفكار الإسلام نعم وقال فيه كلاما أخشى مما نقول بكثير يعني هو قال لو انتشر هذا الفكر فلن نعود نتعرف على الإسلام بعدها إلى آماد طويلة الله قال ستتغير كيمياء الإسلام وسيصعب علينا استرجاع الشباب من هذا الطريق نعم أنه هو طريق الآن طبعا نحن نجني ثماره يعني شيئا فشيئا حفر الطريق هذا في ذهنية الناس فخرجت كل هذه القضايا إلى السطح بدأت مطاردة المؤمنين قتل المسلمين بدأت باعتبار كلهم كفار ما لم يسمعوا هذا الكلام ويدخلوا تحت هذا النداء وهذا الصوت فاللي كان استشرفه في الستينات أبو الحسن الندوي أصبح حقيقة واقع يلمسها الإنسان الآن بالرصاص والدماء والتفجيرات الشيخ أبو الحسن الندوي قال يغير كيمياء الإسلام أيضا كيف يغير كيمياء الإسلام بمفهومة؟ كيمياء الإسلام يفتح أوابا كثيرة إلى الله عز وجل لا يجعل السياسة والحكم هي المدخل إلى الله عز وجل فأنت قد لا تكون في دولة إسلامية وقد تكون في دولة إسلامية لكن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح عبره الناس عبر التزكية عبر التصوف عبر الدعوة عبر التجارة عبر عشرات الأشياء من الخير توصل إلى باب الله عز وجل وما تدخلك في الكفر لكن إذا أصبح الموضوع معياره الوحيد أنك إما في حكم إسلام صرف وإما أنت في جاهلية إما أنك تؤمن بالطريقة التي فكر بها سيد والمودود أو أنت في جاهلية حشر الناس في مسار واحد وهذا خرم ضيق لا يمر منه كثير من الناس فهذه الأبواب المتعددة للجنة أصبح لها باب واحد هو باب الحاكمية سد باب العبادة يقول للحاكمية باب الطاعات يقول للحاكمية كل شيء أصبح يقول إلى إما أن تكون متفق مع هذا القول أو غير متفق معه إذا أنت مش متفق معه فأنت خارج دائرة الإسلام ولذلك حتى الآن الجماعات التكفيرية فيما أسمع عندها هذه القضية لما يأتون لشخص يقول أنت ما قولك في الحاكمية ما قولك في الولاء والبراء سؤالين ثلاثة وبعدين رصاصة هذا النمط من الأفكار قاد إلى نهاياته سيد طبعاً ما كان يتوقع أن هذا يقود إلى ترك النهايات لكن نيته الطيبة لا تجعل الأفكار سليمة الأفكار فيها إشكالية كبرى وقادت إلى نتائجها فكيمياء الإسلام اليوم تغيرت الشاب أول ما تكلمه عن الإسلام عن الدين عن الرحمة تنفر نفسه وهو يرى الإسلام هو هذا الحد الفاصل الذي يقطع رقاب الناس فأصبح الإسلام كأنه مجزرة كبيرة للبشرية للمسلمين قبل غير المسلمين لم يعود الإسلام الذي الناس تفرح وتبش له هو الشاب المسلم اليوم إذا اقترب من إنسان في أي مكان في العالم أول ما يخطر في الإنسان هل هذا الإنسان ناوي شر عليه ويؤذيه مش إنه هو شخص جاي يدعوه هذا التغير الكبير جداً في كيمياء الإسلام يعني اليوم لو أنت مسلم ورحت سكنت جم ناس غير مسلمين ألف سؤال يخطر في بالهم أنت من الذي تفكر فيه هم لن يفرحوا ويقولوا والله جاء أنا مسلم والمسلمين مشهورين بالخير ومشهورين بالرحمة ومشهورين بإكرام الجار ومشهورين بلا هو يقول لك هذا ماذا يخطط له إذا أغلق بابه ماذا يريد ماذا يفعل لأن انتشرت هذه الأفكار فغيرت كيمياء والجو اللي نحن نعيش فينا كيمياء تقصدون حقيقة التدين أي والتركيب تدين بالنسبة لموضوع الجاهلية وتكفير المجتمعات يعني الكثيرين يقولون الآن وخصوصا بعد ظهور داعش يقولون فكر داعش أول أدبياته سيد وهو الذي أسس لموضوع تكفير المجتمعات فهل هذه التهمة صحيحة؟ أنا أعتقد هي عبارة عن خط تسلسلي الخط التسلسلي هذا الناس اللي تقوم به تقوم بخطة صغيرة فيه هي لا تقصد هذه النهايات لكن يأتي شخص في وضع شوية أشد تطرفا فيقوده إلى نهاية ثانية هل الأول مسؤول؟ الله أعلم لكن من ناحية تسلسلية فكرية هي بدأت بنقل فكرة الحكم من موضوع عند أهل السنة من موضوع من الفقهيات والفروع إلى مسألة النهوة من العقائد والأصول انتقل عند المودود أن قضية الحكم تتركز فيها كل أنشطة الإسلام بدونها ما في فهم للإسلام والمجتمع الذي لا يطبقها بحذافيرها فهو مجتمع جاهلي جاءت عند سيد وأصبحت خطة عمل كاملة يجب أن تدخل في الطليعة والطليعة تقودك شيئا فشيئا رقيا للإسلام ولازم الإسلام يمر بنفس المراحل الصراع التاريخية وبالتالي ينفي عنه ويعرف الناس بالتعريفات القرآنية فهذا منافق وهذا كافر وهذا كذا إلى آخر كل هذه التصنيفات المعقدة المركبة التي تنطبق على زمن وتحتاج إلى علماء فطاحل عشان يطبقونها في زمن ثاني أصبحت في متناول الشاب الصغير أن يطبقها على مجتمع كله لما جاءت الجماعات التي تحمل السلاح حولتها إلى أيديولوجيا لأن وجدت اللغة التي تخاطب بها الناس وتحلها مشكلة العلاقة مع المجتمع أنها علاقة مسلحة كفر وإيمان هذا التطور الذي حدث داخل هذه السلسلة الكبيرة جدا من الأشياء قادت إلى نتاج الموجود الآن فيها حلقة معينة نحن قاعدين نقشه سيد عليه رحمة الله والأفكار التي طرحها محبي سيد يقولون لا هو طرح العدالة الاجتماعية أي سيد له عدد من الوجوه ليس له وجه واحد عليه رحمة الله هو أولا عبقرية أدبية نعم يعني شهد له في زمنه طه حسين أن هذا سيكون خليفته في الأدب نعم وسيد في ذات الوقت كاتب مبدع في بداياته لما بدأ يتكلم عن الإسلام وقيم الإسلام والتصوير الفني في القرآن ولكذا هذا سيد في فضاء لسه في مرحله الأولى وسيد عليه رحمة الله كإنسان صابر على مبدأه نعم وقابض على الجمر ومستعد يموت من أجل مبدأه هذا سيد وسيد الذي كتب معالم في الطريق نعم هذا سيد نعم فاللي يدافع يدافع عن سيد الأولاني ويعتذر أن الكتاب الثالث الناس لم يفهموا وكتاب المعالم يقول أنه لم تفهموا هو لا يقول كذا نعم طيب يعني هذا مجال مجال نقاش الذي يقول أنه لا يقصد ولا يقول كذا إلى آخره له الحق أنه يختار لكن في ناس يقولون لا كثير من الناس يفهمون مباشرة الكلام الذي يقوله سيد والتطبيقات العملية يعني شخصية مهمة مثل عشماوي اللي هو كاتب الشيخ البنى عليه رحمة الله لما كتب مذكراته قال زرت سيد في بيته يوما يوم الجمعة لنذهب لصلاة الجمعة قال لي أو تصلي خلف هؤلاء من القائل؟ سيد سيد يقول له العشماوي أيها فقال لا اذهب انته قال فخرجتم عنده ذهب للصلاة وهو باقي لا يصلي ما يصلي وراء هؤلاء وماذا عزها الصالح؟ يعني العشماوي ماذا قال؟ هو يرى أن هذه المجتمعات خلاص هؤلاء الناس لا يمثلون الإسلام لا علاقة لهم بالإسلام لا تكفير أيوان فهذا التحولات أي سيد اللي احنا نتكلم عنه صحيح سيد الأول ولا سيد الثاني ولا سيد الثالث وسيد المختلف عليه نعم نصه يقود في أي اتجاه نعم اليوم احنا قرأنا سيد وإحنا شباب لم ندخل في التكفير نعم لأنه كانت عندنا مخففات كثيرة جدا لهذا الفضاء عندنا أشياء ثانية على الطاولة مالتنا لكن في ناس جيهم ظروف ما عندهم إلا الدواء الذي قدمه سيد عند الدواء نقف فاصل قصير ثم نعود للدواء إن شاء الله نعم أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم مع عزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور مفكر جاسم سلطان حول أزمة التنظيمات الإسلامية وكتاب معالم في الطريق لسيد قطب رحمه الله تعالى مرحب لكم الله حيك قبل الفاصل قلتم أنكم قرأتم فكر سيد في شبابكم لكن لم تصلوا لمرحلة التكفير ما تحليلكم لهذا؟ وهكذا ملايين من الناس قرأوا لسيد يعني سيد ليس شخصية مجهولة لكن الناس الذين عندهم بدخلات فكرية مختلفة خفف هذا من الوقع اعتبر أن الأسلوب أسلوب أدبي وليس شيئا سيذهب الإنسان به للتنفيذ نعم وكثير من الناس لم يكونوا تحت الضغوط اللي كان فيها سيد وبالتالي الضغوط اللي تعرض لها الناس جعلت هذه المادة انصح التعبير قابلة للاشتعال هي في مادة نعم نحن كنا مثلا قضايا اللي متعلقة بالولاء والبراء والقضايا اللي متعلقة بالجاهلية واللي متعلقة بالكذا فكريا تدخل العقل نعم وصف المجتمعات خاصة أن الحركات الإسلامية باستمرار هي قضيتها الرئيسية أن الحكومات لا تطبق شرع الله نعم فالمسافة قريبة بين ما يقوله سيد وما نقتنع به نعم لكن الحركات الإسلامية التي يعني الإنسان احتكبها في شبابه لم تكن تصل بالموضوع إلى نهاياته أنه إذا كانت الحكومات لا تطبق شرع الله فهي حكومات جاهلية نعم وكان يفرق بين جاهلية نصح التعبير جاهلية الاعتقاد نعم وجاهلية الأعمال والسلوك نعم باعتبار أن الجزء الأولاني هذا مخرج من الملة والجزء الثاني هو عبارة عن عمل فإذا كان الإنسان يقوم به ويعتذر أنه بالظروف وبالكذا فهذا مخفف له كانت عندنا مخففات نعم الشباب الذين يتجهون هذا الاتجاه الغالي في فهم سيد عليه رحمة الله يحملون مشكلتين المشكلة الأولماء المخففات مش موجودة عندهم هم جايين من بيئات أصلا معبئة بهذا الاتجاه نعم وجاهزيتهم لالتقاط الأفكار سهل جدا والموضوع الثاني غالبا يكونون تحت ضغوط أيضا يعني نتيجة نشاطهم واهتمامهم بالدين يكونون تحت ضغوط من نوع ما من الحكومات ومن كذا إلى آخره وعندها تتعزز الأفكار الأولى أن المجتمعات جاهلية وتطاردهم لأنهم مؤمنين وبالتالي تستحضر كل الروح المتعلقة باللحظات الأولى من انطلاقة الإسلام الآن احنا مثل الجيل الأول من الصحابة نحن غرباء والغرباء مطاردين من الشرك ومن المشركين وعلينا أن نعد أنفسنا ونلتزم بكل حرف موجود بالطريقة الأوتوماتيكية الموجودة تنشأ كل المصطلحات هو يرى العالم من هذه الثقوب الصغيرة التي صنعها سيده وصنعها المودوذي ويعرف العالم من خلالها ولذلك الشاب لما يعني في قصة أنا ربما رويتها لك من قبل شاب استقطبوه عندهم فدخل من تركيا إلى سوريا أخذوه إلى منزل من المنازل مع مجموعة من الناس أول كتاب تم تدريسه هو المعالم وبعد ذلك كلموه عن تصنيف الجماعات وتصنيف الناس وهذا التحضير الأول إذا هو وافق عليه يبدأ يدخل في الإسلام وفي بيعة الخليفة وينقل إلى الجبهات وإذا قال لهم لا أنا ما اقتنعت وكذا إلى خيره يعيدون على أنه مشرك ويبلغونه مأمنة أيوة يعني أنت خلاص مشرك أسمعناك كلام الله الآن أنت لم تؤمن تعود لكن إذا دخلت وأردت العودة فأنت تكون مرتد حينها هو تصنيف يعني قاد إلى نهاياته ولذلك سيد الناس الذين يدافعون عنه يقولون نحن قرأنا سيد ولم ندخل في مجال التكفير وهذا صحيح لكن يبقى عندنا قضية أساسية أن المادة الموجودة بدون ما تنقد بدون ما تسلط عليها أضواء معرفية بدون ما يقال فيها وجه الحق أن هذه إذا فهمت واحد اثنين ثلاثة فهي تقود إلى إشكاليات أبناء الناس الذين يدافعون سيكون عرضة لهذه الإشكاليات يعني الأب الذي ذكر للقصة مالة ابنه هو إنسان مؤمن يدرس أبناء من الكتب الدينية ويجلسهم في حلقات الفجر ويتكلم معهم فنقل لهم ذات الأفكار يحتاجوا بس خطوة صغيرة جدا أنه واحد يقول لهم خلونا نطبق هذه الأفكار فبسهولة شديدة جدا لما حد يكلمهم في التليفون والكذا لهم مشبعين بالأفكار أصلا أنه يقول لهم ما هو الإطار التنفيذي لها فننتقل تلقائيا لهذه الفضاءات ولذلك سوق التجنيد رائجه نعم أنهم أسسوا لهذا الفكر أصلا أيها مؤسس لهم من الأفكار التي يذكرها الشهيد سيد قطب رحمه الله المفهوم المفاصلة ما معنى المفاصلة وما فائدتها هو شوف هي مجموعة مفاهيم يعني مفهوم الولاء والبراء ومقاصلة المجتمع على لا إله إلا الله فأنت تعتبر أن هذه قضية حاسمة لو أبوك أمك ما فهمها فأنت المفاصلة هي نفسها البراء أيوة تبري من الجاهلية من المشركين والجاهلية ماذا سماها المفاصلة؟ لأن يفترض أن الجيل الأول من الصحابة فاصلوا أهليهم وذويهم على لا إله إلا الله وانفصلوا عنهم بالمناسبة الجماعة الإسلامية في باكستان له جماعة الأستاذ الموجودة نعم قضية المفاصلة كانت رئيسية جدا عندهم ولذلك الجماعة ظلت إلى سنوات قريبة تعداد الناس اللي ينقلطون فيها خمسة آلاف في تعداد شعب تعداده كان مية وثمانين مليون عدد المجندين عندهم خمسة آلاف لأنه كان المطلوب أنك أنت تعلن الانفصال عن كل البيئة الجاهلية التي تعايش فيها بيئة باكستان جاهلية كلها وتنظم لهذه الطليعة طبعاً هو ما عندهم التكفير الحدي اللي موجود عند كذا إلى خير لكن أنت كشخص تنظم للطليعة بمفاصلة المجتمع وأهلك وكل شيء وتذهب إلى منطقة اسمها المنصورة جعلوها منطقة لهؤلاء الخلص فعملوا شبه مدينة هم يسكنونها اسمها المنصورة تجتمع فيها القيادات ولكذا طبعاً فكوا من هذه الأفكار منذ سنوات يعني عملوا إصلاحات وكذا لكن الفكرة كانت مسيطرة لهذه الدرجة فكرة المفاصلة فكرة أساسية في التكوين المعرفي اللي نشأ نتيجة أفكار المودود وأفكار سيد مع اختلاف التفصيلات فالمفاصلة هي عبارة عن أنك أنت تقطع العلاقة بالشرك وكل ما يتعلق به الوالدين ولكذا إلى آخره في مقابل هذه الحقيقة اللي هو أن تكون خالصاً لدعوتك التي أنت فيها نعم لكن دكتور مفهوم الولاء والبراء كما تفضلتم يعني هو مفهوم إسلامي ما العيب فيه فعلاً المسلم مأمور أن يفاصل المجتمع الجاهلي أيوة أنت عادنا هنا تأتي قضية أنت أي نوع من التعريف للمجتمع الجاهلي نعم يعني أنت في مجتمع قريش اللي عندهم أصنام وعندهم كذا هذا مفهوم نعم لكن أنك تقول والله إن المجتمع اللي الناس فيه ما تفهم بعض المفاهيم وعندها إشكاليات سروقية في جانب هذا كل جاهلي لا أنت الآن في التصنيف ستعمل كارثة كبرى لأن والدينك أمك وما يفهمون الكلام اللي أنت تقوله نعم وبالتالي قد تكون عندهم بدعيات وشركيات أصلاً يعني جاية من البيئة ما في شيء خالص داخل البيئات التي نعيش فيها فأنت ستصدر أحكاماً إطلاقية على أشياء كلها نسبية مفهوم الولاء والبراء أخذ إلى مسافات شديدة بعيداً عن أصله نعم الولاء والبراء في القرآن الكريم إذا تتبعت الآيات في سياقها في كتاب الله عز وجل ستجدها متعلقة بحالة الحرب وليست متعلقة بحالة السلم آيات الولاء والبراء سياقاتها في القرآن متعلقة بحالة الحرب وليس بحالة السلم بمعنى أن الخيانة العظمى أنك تنقل أخبار المسلمين مودة ومحبة في الكفار وبسبب الاتصال الوثيق بينك وبينهم لاحظ مجتمع المدينة كانت الخنادق فيه متداخلة يعني الأنصار أبناءهم موجودين عند اليهود ويلتقون بهم بالليل والنهار في محافلهم وبينهم صلاة تجارية عميقة وبالتالي عمليات نقل الأخبار والونسة بالليل والكلام والأحاديث الجانبية كانت في حالة هذا الصراع الذي نشب بين المسلمين وبين اليهود كانت مشكلة كبرى فجاءت الآيات لتقول للمسلمين أن هذا النوع من العلاقات التي فيها مودة ومحبة تودين تنقل الأخبار أو لا تتحرج في نقل الأخبار للآخرين هذا يقود إلى إشكالية في المجتمع المؤمن لكن هل هذه الآيات المتعلقة والبراء هي نقيض قول الله عز وجل لا ينهاكم الله على ذلك لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا أن تبروهم وتقصطوا إليهم أن الله يحب المقصطين إذا اعتبرنا القرآن وحدة واحدة فيجب أن لا يخبط بعضه بعضا ماذا فعل القوم عشان يتجنبون فكرة أنه في نصوص تنسف هذا الموضوع من أصله بالشكل الذي يفهمونه قالوا بنسخ كل هذه النصوص قالوا آية السيف نسخت كل آيات الرحمة عندها استطاعوا أن يمروا لأفئدة وعقول الناس لماذا أن الله سبحانه وتعالى نصب في كتابه آيات محكمات لا حصر لها تمنع هذه الأفكار من الولوج إلى دائرة الإسلام الحل أمام هذه الفئة لتوصيل هذه الأفكار بالطريقة اللي يريدونها أن ينسفوا النسق كاملا في القرآن الكريم فيقولون كل آيات الرحمة منسوخة تذكر أي آية من يتقول لك منسوخة قال فلان منسوخة قال علان منسوخة قال فلان منسوخة حتى يمر هذا المشروع نعم وسبب هذا النسخ الموسع هو كثافة القرآن في مواجهة هذه التصورات القرآن لم يجعل الإنسان جبارا شقيا لم يجعله شخصا غليظا شخصا غير مؤتما لا جعل الإنسان إنسانا سويا نعم السلم له دائرة دائرة الدعوة لها دائرة 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 الحرب لها دائرة وكل دائرة لها أحكامها الخاصة نعم وجوهر مرتكز الإسلام هو القسط نعم الآن هؤلاء الناس بالنسبة لهم القسط شيلة من المعادلة المهم أن تروي غليل الغضب نعم فولد الإسلام الغضب وليس الإسلام المحمدي اللي في لحظات غضب وفي لحظات أنس وفرح وفي لحظات دعوة وفي لحظات اتصال وجد شكل واحد للإسلام الذي يعني يحمل سيفا ويشرعه فإذا فشل في أن يشرعه في وجه المحاربين له شرعه في وجه إخوانه وأهله وذويه وقرباه بدعوة الولاء والبراء فالفهم للولاء والبراء اللي هو مصطلح قرآني أصيل نقل مثل ما نقلت الحاكمية وحتى يزال من أمامه عقبات التي وضعها القرآن أمام هذا الفهم قيل بقضية النسخ تعريف الأمة ووجودها هل جاء السيد رحمه الله بتعريف جديد للأمة؟ شوف فكرة الأمة في القرآن الكريم يمكن 11 معنا في القرآن الكريم في القرآن الكريم 11 معنا فيما أذكر يعني فيما أذكر مما قرأت مثلا لما الله سبحانه وتعالى ووجد أمة من الناس يسقون مجموعة من الناس مجموعة من الناس اجتمعوا على غرض السقيا إن إبراهيم كان أمة وحدة كان ممثلا للفكرة التوحيد في تلك اللحظة منفردا من بين الخلق وهكذا تتسلسل كلمة أمة في القرآن الكريم لتعطي معاني متعددة أيها سنثبته يبقى عندك أنت قضيتين الأمة بالمعنى الأمة الدينية والأمة بالمعنى السياسي هل تنطبقان على بعضهما ولا هما دائرتين قد تنطبقان وقد تنفاصلان ما هما الأمة بالمعنى السياسي والأمة بالمعنى الديني الديني والسياسي نعم المعنى الديني والسياسي نعم عندها محتاجين نرجع لتاريخ الإسلامي لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هل الدائرتين منطبقتين نعم ولا هما دائرتين مختلفتين جميل لما ننظر في الأول ناس عملوا تعاقد سياسي مع رسول صلى الله عليه وسلم هما جاءوا يبايعون باعتباره نبي مرسل نعم وهو يريد منهم التزام سياسي نعم أن يحموه نعم فقالوا نحميك إذا جئتنا في المدينة نعم خارج المدينة ليس هناك حماية نقدمها ها هو افترق الآن افترق المعنى بين السياسي والديني والديني الحماية اللي هي عمل سياسي سيقدم في المدينة مدينة أما المعنى الديني فهو في المدينة وخارجها أنك رسول صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بهذا التعاقد نعم لما جاء يذهب إلى معركة بدر التعاقد السياسي مختلف عن التعاقد الديني نعم فبدأ يقول أشيروا علي أيها الناس نعم حتى فهقها الأنصار أنه يقصدهم نعم فقالوا لأ لا اذهب الآن وقاتل احنا معاك نعم فأصبحت دائرة الاعتقاد هي نفس دائرة السياسي الأمة والسياسي بالمعنى اللي موجود لعله يتبادر الآن لذهن بعض المشاهدين سيدي أن هذا تعقيد لم يكن يخطر ببالهم أصلا الصحابة رضي الله اتفقوا مع رسول الله اتفاق ديني وسياسي أصلا لم يكن يخطر ببالهم التمييز بين الديني والسياسي اتفقوا معه على حمايته في المدينة هذه استطاعتهم وأراد أن يخرج إلى معركة وكان عليه الصلاة والسلام يستشير في كل أمر واستشارهم بهذا الأمر هل كان يخطر ببالهم الدليل أنهم كانوا يميزون بين العقد الديني والعقد السياسي قبول الرسول صلى الله سلم به كان رسول يبين لهم هم عندهم أصل الرسالة اللي هو الرسول طيب فيقول لهم ما ينطبق على الرسالة وقبول دعوتي يجعلني قائدا لكم في كل مكان صحيح لكن أيضا الدين سيدي مبني كله على الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتهم أيوة واستطاعة هنا واستطاعة السياسية وفكرة العقود شيء ثاني العقد الديني هل ينطبق على العقد السياسي انتقل إلى موضوع خلك من هذه الحادثة الابتدائية حتى الصلاة سيد العبادة المحضة المتفقة لأنها عبادة إن لم نستطع نصلي وقوفها نجلس وهي عبادة أيضا الحماية الدينية إن لم نستطع نحميه خارج المدينة لا نستطيع دينيا لماذا نميزها عن السياسة أيوة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قاتل خارج المدينة نعم الناس ديلا يجلسون في المدينة ويقولون لا والله إحنا ما لندعوا بك لا لا يستطيعون هو لا يكلفهم فوق طرق الله لا يكلف الله نفسا إلا أوسعه إذن في تعقدين قبوله كرسول غير الالتزام السياسي اللي هو محدود بفضاء القدرة هي القدرة سيدي بالأمور الدينية حتى مربوطة بأمور الدينية أشي الأمور الدينية؟ هذا عمل سياسي القتال والحرب عمل سياسي جهاد عبادة أفضل عبادات ذروة سلام الإسلام أيوة إذا أنت ما تميز داخل إطار العبادات بين العبادات الصرفة اللي هي أصلها التعبد وبين العبادات المغيّة يعني العلماء في أبسط قواعد الفقه يميزون بين العبادات الصرفة اللي الإنسان لم يكن ليفعلها لو لا أنها نزل بها تشريع يعني أنت لو ما نزلت تشريع مش هلقوم صلاة الفجر شي اللي يدومي في صلاة الفجر أصلا هذا لازم يكون فيها تشريع أما البيع والشراء والمناكحة فهي قضايا ستفعلها سواء أن كنت مسلم ولا غير هذه معاملات ليست عبادات أيوة لا تدخلها في العبادات قلنا الجهاد عبادة ما تدخلها في العبادات لا هي عبادات من وجه لكنها عبادات طبيعتها أنها متعلقة بأفعال المكلفين الدنيوية فالعلماء فرقوا بينها فرقوا بين العبادات اللي هي صرفة يعني لو لم ينزل بها تشريع وهذا ما يقوله يعني علماء الأصول أصلا يعني والعبادات اللي لا هي أصلا الإنسان سيقوم بها وجاء الدين لتنظيمها الجهاد جاء الدين لتنظيمه أيوة عملية الدفاع عن نفس جاء الدين أصلا لتنظيمه فهو أصلا من شؤون الدنيا من شؤون السلطان الناس هنا في اللحظة التاريخية الأولى سواء كان عند الرسول أو عند الأنصار لم يشتبه عليهم الموضوع هم في الرسالة مؤمنين به على وجه الإطلاق صحيح في موضوع الحماية السياسية هم يعطون التزام محدود سياسي أكثر مننا ما يديرون يعطونه إذا أراد تفكه محتاج تعاقد جديد تعاقد جديد وهذا نفسه اللي حدث في صلح الحديبية في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم ميزه بين الناس اللي داخل المدينة والناس اللي في خارجها حقوق الناس اللي في المدينة المتعاقدين معهم ومنهم اليهود تختلف عن حقوق الناس اللي في خارج المدينة ولو كانوا مسلمين فالعقد السياسي يشمل بالحماية اليهود اللي في المدينة ولا يشمل أبو بصير وغيرة من من كانوا في مكة بل العقد يتجاوز ذلك إنه مش بس إنه ما تشملهم الحماية هناك لو فروا وجاءوا وهم هاربين إلى المدينة أن يرجعهم الرسول للمشركين هنا يبدو تبدو قضية التعاقد السياسي بشكل هذا الصرف إنه المسلم عمر بن الخطاب يساوي أبو بصير من ناحية الإيمان صحيح لكن من ناحية الالتزام السياسي اتجاه المدينة تختلف عن خارج خارج المدينة نحن في الإطار الإسلامي حاولنا أن نقول إنه لا فرق هو هذا يساوي يساوي ذلك لكن في الفضاء السياسي لا يستويها الدولة عندها محدوديتها لتستطيع فيها تمارس دورها ومن هو في خارجها التزاماتها لا تختلف في داخلها ويبقى العقد الديني العام الأخوة العامة موجودة له فهم الأمة الوقت انتهى مع الأسف الشديد إن شاء الله نأخذ حلقة قادمة أيضا عن فكر الشهيد سيد قطب رحمه الله و تعالى أشكر لكم الساعة الله يحفظك باركي وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اغرس أفكار المستقبل بتراث الحاضر وسقيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر